مصطلح ولي الأمر بهذا اللفظ المحدد لا أعرف أنه ورد في نص من نصوص الكتاب أو السنة بلفظة ولي الأمر إنما الذي ورد في القرآن الآية المعروفة الآية الكريمة في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وأولو كما تعلم دكتور فوزي يعلم كثير من المتابعين والمشاهدين أن أولو هي لفظة جمع هي جمع لا مفردة لها من لفظها فليس لها علاقة مباشرة بكلمة ولي إلا ربما الاشتقاق الأصلي في الأصل المادة لكن أولو ليست جمعا لولي وولي ليست مفردا لأولي يعني بعض الناس يظنون أنها هي هي ولكن هي مختلفة نوعا ما ولكن درجة العلماء حتى من القديم يعني يستعملون لفظة ولي الأمر بمعنى السلطة السياسية من أمير أو حاكم أو رئيس أو خليفة أو أمير سرية كما ورد في سبب نزول الآية أنها وردت في أمير سرية وهو عبد الله بن حدافة رضي الله عنه ولكن الذي يهمنا نرجع إلى سؤالك دكتور وهو المعنى العرفي أو الاصطلاحي لكلمة ولي الأمر المقصود من ولي منصبا يعطيه صلاحية لأن يأمر وينهى ويقرر على من هم تحته سوى صغرت هذه المسؤولية أو كبرت وليس الأمر مقصورا على الحاكم الأعلى كما يقال أو الخليفة في الاصطلاح الفقهي والشرعي القديم أو الرئيس أو السلطان أو نحو ذلك ولكن حتى من هم دونه يعني حتى الولاة وهذا يدخل في مفهوم ولي الأمر ترجمة نانسي قنقر